نجي بقى ونتكلم على اول الجوريزم من خوارزميات البحث اللي هي اللينيار سيرش. بعيدا عن اللينيار سيرش والكلام ده تعالوا ايه نفكر واحدة واحدة كده لو انا عندي مجموعة عناصر عايز ابحث جواها. انا هعمل ايه? لو انا مدي لك شوية علب. وقلت لك شوف لي هل في علبة منهم بتحتوي مسلا على برطوان ولا لا? هتعمل ايه? المنطقي اللي هيجي في دنياتك ان انت هتمشي على علبة علبة وتشوف تفتح كل علبة. هل فيها برطوان? لا ما فيهاش. هل دي فيها? لا ما فيهاش. اشوف اللي بعدها. وهكذا وهكذا. يعني انا اه لو انا عمدي شوية ارقام عايز اشوف هل في رقم موجود فيهم ولا لا. مسلا لو انا ببحث عن رقم خمسة. عايز اشوف هل رقم خمسة موجود? ولا لا. ايه اللي انا هعمله? همشي على الارقام ديت من الاول. رقم رقم. وامشي على كل رقم. اسأله. هل انت ستة? لا يا عم انا مش ستة. اقول لك خلاص سركن. خش على بعده. هل انت ستة? اقول لك لا مش ستة. خش اه على بعده. اه خمسة يعني لو احنا بمدور على خمسة. اه هل انت خمسة? يقول لك لا مش خمسة. خلاص اخش على بعده. هل انت خمسة? يقول لك اه انا خمسة. اقول له خلاص. خدت على افاشتك. يبقى هو رقم خمسة موجود في المكان ده. يبقى لو انا بدور على رقم جوه مجموعة ارقام او بدور على انصر جوه مجموعة عناصر. انا همشي على العناصر من البداية للنهاية. امشي على واحد واحد. على كل انصر فيهم. اشوف هل هو اللي ان بدور عليه ولا لأ? لو مش هو اروحها اللي بعده. طيب لو هو اللي ان بدور عليه اقول خلاص هو ده العناصر اللي ان بدور عليه وموجود في المكان الفلاني. لو بالنسبة لنا بقى اللي واحدة بنتعامل مع فهو موجود في الفلاني. اللي احنا عملنا ده ده هو البحس الخطي. هما سموه بحس خطي عشان انا بمشي على العناصر من الاول للاخر فاكني ماشي في خط مستقيم. فعشان كده سموه يبقى بتحل مشكلة البحس. طب بتحلها ازاي? ان انا بمشي على العناصر بتاعتي من البداية للنهاية. وبشوف لو ده العناصر انا بدور عليه. برجع الاندكس بتاعه وبقول له هو موجود في المكان الفلاني. لو مش هو بخش على اللي بعده. طيب لو لفت على كل العناصر وملقتش العناصر اللي انا بدور عليه. من المتبع ان احنا بنرجع قيمة اللي هي سالب واحد. لان الاندكس عندنا بيبدأ من صفر لحد ما لا نهاية. فانا عايز بقى ارجع حاجة او ارجع حاجة اتعرفني. هل ده اندكس ولا لا? يعني لو انا برجع رقم من صفر او اكبر من صفر. فكده برجع الاندكس طب لو هو مفيش عنصر اصلا فقال لك نرجع سالب واحد. كتعريف كده او كدلالة ان العنصر بتاعي مش موجود. طيب نجبها نشوف السودو كود بتاعها. السودو كود بتاعها بسيط جدا. كل انا بعمله ان انا بعمل من الاي بتساوي صفر لحد الان اه طبعا يعني معظم لغات البرمجة حاليا بتبدأ الاندكس بتاعها من صفر. فاحنا بنبدأ الاي من صفر عشان نبقى ايه ماشيين من الاندكس. لحد ان نقص واحد اللي هو عدد العناصر بتاعتك. اللي هو اخر اندكس يعني اللي هو اللينس بتاع الاري. عدد العناصر الموجودة في الاري. اه في لغات برمجة بتبدأ من واحد فعلى حسب اللغة اللي انت شغال بها. لكن في المعظم هيبقى شغال او هيبقى بادئ من الصفر. بقول له لو القرنت اللي هو العنصر اللي انا واقف عليه دلوقتي. بيساوي بيساوي الانصر اللي انا بدور عليه. اعمل رجع لي الاندكس بتاعه. يبقى انا كده خلاص. لقيت العنصر فارجع الاندكس. طبعا الاندكس هيبقى بالنسبة لي هو الاي. نخلى بقى هنا بقى لو انا مسلا بدي الاي من واحد وهي اه الاري الاندكس بتاع بيضاء من صفر فالمفروض بقول له اي ناقص واحد. فعشان ايه ما ندوخش نفسنا في الحكاية دي اتقول لك ايه الاي ادقها من صفر وخلاص. عشان انا بشغال بالاي على طول. طبعا انا اعمل الاندكس اللي هو الاي. طيب. اه لو خرجت برا اللوب او لو اللوب بتاعتي خلصت. وملقتش العنصر بتاعي هقول له سالب واحد. طبعا هنا الريتين لما اعمل فهو هيطلعني من اللوب. يعني مش هيكمل اللوب ولا هيليف على العناصر اللي جاية بعد كده. لكن لو اللوب خلصت. يعني مش هيدخل فصات سالب واحد الا لو خرج من اللوب. فهو لو خرج من اللوب فده معناه ان هو ما لقاش العنصر بتاعي. فاقول له اعمل لي سالب واحد. دي بداية كده بتاع اللينيار سيرش. طيب نجبها نشوف ايه الاناليسيز. لو انا بعمل اول حاجة ايه هي اسوأ حالة ممكن اتعرض لها في طبعا حتة انا لازم اعرف حاجتين ايه هي اه اسوأ حالة يعني السيناريو بتاعها ايه? والوقت الالجوريزمة تاخده فيه ايه? طيب. اه السيناريو والوقت اه الوقت ممكن نحسبه من الكود عادي. اه لكن السيناريو دي بتبقى حاجة ايه? حسب فيه منا احنا بنفكر فيها. يعني لو انا بدور في مجموعة عناصر على عنصر معي ايه اسوأ حالة ممكن اتعرض لها لما الدنيا تبقى مقفلة معايا? واحد يقول لك ان انا ملاقش العنصر اصل. قول لك تمام ان انا ملاقش العنصر. طيب لو العنصر موجود يعني لو انا افترضت ان انا بدور على عنصر موجود. ايه هي اسوأ حالة ليه? اسوأ حالة ان العنصر ده يكون موجود في الاخر خالص. ان هو الاخر عنصر انا بدور عليه. طيب ليه دي اسوأ حالة? دي اسوأ حالة? لان اللوب بتاعتي هتمشي من الاي لحد الان. لو الان مثلا بمية. وانا بدور على عنصر موجود في الاخر فانا كده مشيت مية خطوة. طيب لو الان بمية وانا بدور على عنصر موجود مثلا في الاندكس عشرين. فدي حاجة كويسة بالنسبة لي يعني انا ما وصلتش لاخر الاري. لكن لو انا اللي بدور عليه هو اللي موجود في اخر الاري او مش موجود اصلا. فدي تعتبر اسوأ حالة بالنسبة لي. لان دي الحالة اللي اللوب بتاعتي هتشتغل فيها من الاي من صفر الحاد الان. فيبقى اسوأ حالة ان انا بدور على اخر عنصر في الاري. اول العنصر بتاعي يكون مش موجود. الاتنين اجابتين صحيحاتين للسؤال بتاعنا. طيب. اه طبعا العنصر يكون مش موجود او ان هو يكون موجود في الاخر فهي هي يعني انا كده كده مشيت لحد الاخر او وصلت الاخر عنصر في الاري. اللي هتفرق بس ان لو العنصر بتاعي مش موجود فانا خرقت برا اللوجو وعملت السطر اللي هو السالب واحد. فيعني ايه? ما فرقتش ان دي خطوة زيادة وان دي يعني ما فرقتش انت بتعمل مية خطوة. فرقت يعني لو عملت خطوة زيادة ما فرقتش في حاجة. طيب. الوقت بتاعها بقى ايه? هقولنا لو هو موجود في اخر عنصر في الاري. فالوقت بتاعها ان هو انا همشي من الاول لحد الاخر. فلو عندي مسلا مية عنصر فانا همشي من الاول لحد المية. فانا هعمل مية خطوة. طب لو عندي ميتين هعمل ميتين خطوة. وهكذا. فهيبى الوقت بتاعها هو او اف ان. اه ده كده بالتفكير لو جينا نمشيناها بالقواعد اللي احنا قلناها اللوب بتاعت من صفر لحد الان فهي على طول او اف ان. طبعا انا بزود واحد كل مرة. فتبقى تاخد مني او اف ان. طيب. ده بالنسبة للورست كيس. البست كيس بقى. تعالوا نشوف ايه هي? احسن حالة لما تبقى الدنيا معا زي الفل وراضي عني. احسن حالة ممكن تقابلني في الليني ارسيرش. انا قد اسوأ حالة ان انا ادور على اخر عنصر. طيب احسن حالة ان انا بجيب اول عنصر. يعني الاول ما ادخل في الاري كده اول قلب افتحها الاقي فيها الانصر اللي موجود عندي. الدنيا تمامهيت وزي الفل. فاحسن حالة ان انا اكون بدور على اول عنصر في الاري. طيب لو لقيت اول عنصر في الاري. هتاخد مني وقت قديه. انا اول قلب فتحتها لقيت فيها العنصر وخلاص قلت لك هو موجودة. فايا كان بقى الحجم بتاع الاري. فما يهمنيش لو في مليون قلبة بعد كده انا مش عد عليهم اصلا ان انا لقيته في اول قلبة وخلاص. فانا دايما بعمل خطوة واحدة بس او عدد سابت من الخطوات. فنقول ان هي او افوان. فهيبقى بتاع في الورست كيس هي او اف ان. وفي بتاخد او اف وان. طبعا الورست كيس ان انا ادور على اخر عنصر او يكون مش موجود اصلا. والبست كيس ان انا ادور على اول عنصر في الاري. اه طيب. نيجي بقى بعد كده للامبليمينتشن. شوف ازاي يعمل انا هاخد والسولو كود وهترجمه بالسي بلس بلس. طيب. نفتح بقى بتاعنا عشان نكتب الكود. اه ده كده التعريف بتاع عملت سميتها بتاخد الاري اللي انا هدور جواها. وتاخد العنصر اللي انا عايز ادور عليه. انا سميته ممكن اسميه عادي ما فيش اي مشكلة. اه وبتاخد مني عدد العناصر بتاعة الاري لان ديت اللي انا هعمل عليها لوب. فانا لازم اعرف عدد العناصر بتاعة الاري. عملت من الاي لحد الان طبعا كل مرة بزود اي بلاس بلاس. بقول له لو لقيت ان العنصر الحالي اللي هو الاري في اي بيساوي اعمل لي للاي. يبقى كده اقول لك خلاص انا لقيت العنصر والدنيا تمام وزي الفل. طيب لو ملقتوش او لو اللوب خلصت وملقتش العنصر بتاعي انا ما عملتش يعني لو خرقت برا اللوب فاقول له اعمل لي للسالب واحد. فلو هو رجع للسالب واحد فكده اعرف ان العنصر بتاعي مش موجود جوه الاري. بالنسبة للاستخدام بتاعها نقول له انا اه بتساوي او عملت اري طبعا ده بتاع الاري في السي بلاس بلاس. اه احنا السي بلاس 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 اشتغلنا بها في ليفل صفر اللي هو كان المقدمة. فانا مفترض ان الناس عارفة سي بلاس بلاس. لو انت مش عارف ممكن اه يعني ايه بتعمل باللغة اللي انت عايزها. اللغة اللي انت اشغال بها اي حاجة. يعني الحاجات دي مش ملطوطة بس للسي بلاس باس. ولكن خلي بالك من القاعدة اللي قلناها ان انا دايما في ببعد عن البلت ان فانكشنز. بس تخدم الفانكشن اللي هي بدلها الاري بتاعتي. وبدلها اللي هو عدد العناصر اللي هو الان. وبدلها اه لا اه الان ده اللي هو الانصر انا بدهر عليه. انا هنا مسلا بدهر على رقم ستة او زي ما احنا كنا مش ملطوطين في المسال انا بدهر على رقم خمسة. وبدله عدد العناصر اللي جوه الاري. دي كده او الطريقة اللي في ان انا بعرف بها عدد العناصر اللي موجودة جوه الاري. طبعا لو انا مسلا بستقبل الارقام ديك من اليوزر فانا ممكن مسلا نكون معرف هنا مسلا اه مساميه ان مثلا وبقول له هاتلي عدد العناصر اللي انت هدخلها فانا هستخدم الان على طول. ولكن لو انا عندي وعايز اعرف حجمها او عدد العناصر اللي موجودة جواها باستخدم الطريقة دي بقول له وبديله اسم الاري بتاعتي وبقسمه على اه البوينتر او دي كده اسمها بوينتر هنتكلم عنها بعدين لو انت مش عارف يعني ايه بوينتر في السي بلاس بلاس فمش مشكلة اه يعني احفظ زي ما هي كده هي بتكتب كده وبقول له الرمز اللي هو الاستريك دوت وبقول له اسم الاري بتاعتي ده كده الكود ده بكل بساطة اللي هو بيعمله عشان نستخدمه كتير يعني بيقول لك هاتلي الري واخده كام مكان في الزاكرة او واخده كام بايت في الزاكرة يعني مسلا ديت الري من الانتجرز اه الانتجر عارفين انه هو بياخد مسلا اربع بايت في الزاكرة طب انا عندي هنا مسلا كام دي تسعة عناصر يعني الاري بتاعتي فيها تسعة عناصر فهي اربعة في تسعة بستة وتلاتين فهي واخد كده ستة وتلاتين بايت فالعناصر دي كلها واخده ستة وتلاتين بايت في الزاكرة طيب اه سايز اوف استريك اري فدي كده انا بقول له هاتلي الحجم اه بتاع النوع بتاع الاري يعني مجازا حتى الان هي معناها كده النوع بتاع الاري يعني اه استريك اري هو النوع بتاع النوع بتاعها انتجر فده الحجم بتاع الانتجر يعني دي كده معناها اربعة في حالتنا ديت طالما انا شغال انتجر فالصايز اوف هترجع لي رقم اربعة وصايز اوف اري هترجع لي ستة وتلاتين فستة وتلاتين على اربعة اللي هي التسعة اللي هو عدد العناصر اللي موجودة جوه الاري فدي كده الطريقة اللي انا بعرف بيه عدد العناصر الموجودة جوال الري في السي بلس بلس. اه وده كده الكود بتاع هل ممكن احسن في حاجة? انا مش لاقي حاجة ان انا حسنها. اه. يعني انا شايف ان واحدة ايه? طبعا يعني ده اخري في الموضوع وده احسن حاجة انا اقدر اوصل لها. نيجي بقى نشغل الكود بتاعنا نتاكد ان هو شغال. طبعا انا عملت الاول اديته اسم الفايل بتاعي اللي هو دوت سي بلس بلس بلس. داش او بقول له سميه للاوتبوت لينيار سيرش. اه هو انا مقرر ايا كان. اه وبجي اشغل الملف بتاعي بقول له دوت سلاش دوت اي اكس اي اشغل الملف هيقول لي اربعة ان هو رقم خمسة موجود في الانديكس الرابع. فانا عندي ست اه واحد اتنين تلاتة اربعة او صفر واحد اتنين اه تلاتة. اه هنا في مشكلة. او رجع لي اربعة او هو كان شغال على ستة. يعني انا كنت عامله على ستة الاول. يعني في الاول ما كنت ببحث عن ستة. يعني المفروض بعد ما غيرتني اه خمسة اعمل سيف وارجع عامل تاني. وشغل الملف فيرجع لي تلاتة يقول لكم ان رقم خمسة موجود في الانديكس رقم تلاتة اللي هو صفر واحد اتنين تلاتة. لكن هو في الاول كان بيبحث على ستة. لان انا كنت عامل ايام ما كنت كاتب ان الملف بيبحث على رقم ستة. لكن احنا عدلناها. اه كده وقت اشغال تمام? طيب نبحث عن رقم مش موجود دوله مسلا خمستاشر نعمل نشوف طبعا نعمل الاول. اه اعمل قال لك سالب واحد. طبعا ما رجعت سالب واحد فده معناه ان العنصر بتاعي مش موجود جوه القرية. وهي دي كده اللينيار سيرش.